أولا مسألة الختام عندنا مجامع فقهية وعندنا أذلة شرعية قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الوسط يعني إذا التقى الختانان فالرجل يختتم والمرأة تختتم فإذا التقى ختان الرجل أو فإذا التقى الموضع الذي حدث فيه الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة فقد وجب الوسط هذا نص في المسألة هذا نص في المسألة وعندنا مقرارات فقهية وإجماع إجماع الولماء على أن خفض النساء لا ينزلوا عن درجة الاستحباب لا ينزلوا عن درجة السحباب وأنا أذكر إخواني برسالة الشيخ يد الحق في ختان في الختان فكل رسالة دية كطبعتها أنصار السنة فالشيخ يد الحق أتى بكل المذاهب ليثبت بأن إجماع المذاهب على مشروعية الختان وهذا رجل كان شيخاً أزهر وأدى ونقل الإجماع في هذه المسألة والمجايم والفقية انتهت إلى هذه المسألة فالذين جراموا الختان هم مجرمون الذين يقولون بأن الختان إجرام هم مجرمون وهم يمشون في أهواء الشيطان حتماً وقطعاً هم قطعاً غير مطيعين لله عز وجل فالختان بالنسبة للإنان في أقل درجاته أنه مشروع أنه مشروع مستحب لهم حيلة خبيثة أنهم قالوا بأن الناس قالوا بأن الختان إجرام لكنه خفض يا إلهي هذا تلعون شديد بالألفاظ فالخط بالنسبة لنساء يسمعه أو الختان بالنسبة لنساء يسمعه خفضة ختان الإناث يسمى خفضة فالمسألة مسألة لغضية وهم يقصدون نفي هذا الأمر إن شاء الله سيكون لما رد في مسألة الختان دية فصيلة بإذن الله تعالى